نقلت وكالة بلومبرغ عن دبلوماسيين قولهم إن المراقبين الدوليين الرصدوا في إيران الأسبوع الماضي يورانيوم مخصب إلى مستويات تقترب من صنع السلاح النووي حيث وصلت درجة نقائه إلى 84% وهو أعلى مستوى وجده المفاتيشون في البلاد حتى الآن بدورها نقلت تايمزوف إسرائيل عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل قوله إن الاتفاق النووي مجمد حاليا وإن تهديدات إيران النووية ليست لإسرائيل فقط بل للشرق الأوسط وأمريكا وقال إن إسرائيل يمكنها أن تفعل كل ما تريد للتعامل مع إيران وأمريكا تساندها في حين حتى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي إيران تعاون بشكل عاجل مع الوكالة الدولية للتاقة الضرية ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتوقف عن دعم العملية العسكرية في أوكرانيا والاحتجاز غير المبرر لمواطن الاتحاد الأوروبي